حيث يمر السودان بأسوأ أزمة جوع في العالم منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إذ أفادت منظمة العفو الدولية أن الصراع في البلاد يتغذى من خلال السمرار تدفق الأسلحة إلى البلاد وكشفت المنظمة عن تدفق أسلحة من 6 دول إلى السودان مبينة أن حضر الأسلحة الحالي على دارفور غير فعال تماما وحللت المنظمة أكثر من 1900 سجل شحن من مزودين مختلفين للبيانات التجارية تظهر أسلحة مستوردة حديثة أو مصنعة حديثة في السودان وذكرت المنظمة أن تدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يسبب الموت والمعاناة للمدنيين على نطاق واسع مضيفة أن الأسلحة والذخيرة التي تصل إلى السودان من مجموعة من الدول يتم استخدامها في ساحة المعركة من قبل الأطراف المختلفة في الصراع وأوضحت أن حضر الأسلحة الحالي الذي ينطبق فقط على دارفور غير كافلا ودعت مجلس الأمن إلى تحديثه وتوسيعه ليشمل السودان بأكمله قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم إن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في إيصال الأدوية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريعة مؤكدا في الوقت ذاته أن نسبة وفرة الأدوية بلغت 70% في الولايات التي يسيطر عليها الجيش الأولوية الأولى كانت ظاهرة بالنسبة لنا في خطة الاستجابة السريعة حقنا هي مسألة تأمين الإمداد الدوائي في الولايات ومن المتابعة أن الوضع أفضل من أول معدل الوفرة الدوائية تجاوز الـ 60% لـ 70% في الأدوية الأساسية خلال زيارة الأخيرة للأسبوعين الماضين لأربع ولايات كسلة بحر الأحمر الشمالية الخرطوم نهر النيل لخمسة ولايات مرين عالية ما في ولا ولاية واحدة يعني عندها نقص حاد في الإمداد الدوائي الصعوبة الكبيرة التي تواجهنا هي ليست التوفير فقط ولكن إيصال الإمداد الدوائي للولايات التي فيها الماليشيا تعدام السريع ولايات كردوفان ودارفور وحاليا بقية النيل الأزرق وسنار لكن برضو كل المحاولات قائمة عن طريق الإسقاط الجوي وصلنا عن طريق حسي عندنا ترتيب لشحن جوي لمية طن أدوية 50 للنيل الأزرق و50 للنيل الأبيض الوزير السوداني أفض أيضا بأن نحو 160 مستشفى خرج عن الخدمة منذ بداية الحرب مشيرا إلى أن الولايات التي يسيطر عليها الجيش تتحمل أعباء الولايات الأخرى صحيا نحن عندنا قرابة 6 ألف مؤسسة صحية في السودان من مستشفى لمركز لغيره نزلت النسبة في الشهور الفاتت من 75% المؤسسات العاملة ل65% نزلت 10% بسبب اجتياح المليشية لمناطق سنجة وأجزاء من الإقليم وولاية السيناري في مؤسسة طلعت من الخدمة من 540 مستشفى حاليا عندنا حوالي 140 مستشفى طلعوا من أو 160 مستشفى طلعوا من الخدمة فبالتالي قللت بصورة كبيرة جدا لكن بالمقابل الولايات المستقرة الموجودة فيها القوات المسلحة تقدم خدمة كبيرة تتحمل العب عن باقي الولايات هذا وفند وزير الزراع السوداني أبو بكر عمر البشرى تقارير التي تحدثت عن أزمة مجاعة يعاني منها السودان مشيرا لأن الإحصائيات الرسمية تقول عكس ذلك وهناك شائعات تقول أن السودان معرض للمجاعة أنا كأكاديمي دعوني أطرح لكم الأرقام التي حصل عليها بالمساحات أولا صدر تقرير قبل فترة عن إنتاجنا لمحاصيل في الموسم الصيف السابق هذا التقرير لم نصدره نحن أصدرته المنظمات WFP الفاو أمريكان ايتس وشارك فيها منتسبين هذا التقرير مصوحات عن موظف إنتاج المحاصيل والأمن الغزاية هذا التقرير قال نحن أنتجنا من الزراع ثلاثة وواحد من عشر مليون طن واحتياجات السودان من الزراع ثلاثة وتسعة من عشر مليون طن ما في فرق فرق بسيط وزير وزراع السودانية أكد أيضا في تصريحات أن قوات الدعم السريع تنتظر فتح الحدود للاستيلاء على المساعدة الإنسانية وإدخال المرتزقة منوها أن الحكومة توفرت عدة منافذ لتسهيل إيصال المساعدة إلى المحتاجين الحدود يسيطر على المليشيا وبالتالي لمن تفتح هذه المليشيا يمكن أن تستولى على المواد الغزاية ويمكن تستغل هذه الحدود لإدخال الأسلحة وغيره وبالتالي تستمر الحرب في المنطقة كلها نحن قلنا للناس دائل خلاص وكيفي ناس جعانين صح نتفق معاكم ما بنقدر الدهم الحكومة حددت لهم معامر عشان يودوا بها الغزاء برسودان في المينة والمطار المطارات في تاني ثلاثة مطارات الأبيض والفاشر وكادوكلي دخلوا بهم الغزاء حدودنا مع جنوب السودان في معبر بري بيجي من وانتو أو من جودة لحد الربق وفي معبر نهري كمان مع جنوب السودان في مصر عندنا معبرين واحد بيجي من حلايب لحد دونغولا واحد من وسوان لحد دونغولا قال ممثل مفوضية العون الإنساني إن الحرب في السودان أدت إلى نزوح نحو تسعة ملايين سوداني داخل البلاد وغروب أكثر من مليونين إلى الدول المجاورة الحرب الحالية بتاعة ١١٤ أفرزت وضع إنساني كارثي حالة بتاعة طوارئ عدد كبير من النازحين يقدر بحوالي تسعة مليون نازح داخليا وحوالي 2 مليون نازح خارجيا أصبحوا لاجئين في دول الجوار لهذا الحكومة والشركة في المنظمات العالمية وفي المنظمات الأمم المتحدة بزلت جهود كبيرة جدا في عملية توصيل المساعدات الإنسانية في عملية تقديم المساعدات الإنسانية لهذا العدد الكبير من النازحين لكن الولايات التي يسيطر عليها المليشي التقامل السريع نجد صعوبات كبيرة جدا في توصيل هذه المساعدات مبادرة أمريكية لوقف الصراع في السودان وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك ورغم أنها تصدم بعقبات قديمة لكنها أيضا تحمل فرصا واعدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان قد دعا الجيش وقوات الدعم إلى مفاوضات جديدة الشهر المقبل في سويسرا ووفقا لمراقبين فإن المبادرة الجديدة تتميز بثقل دولي كونها تتم بدعوة ومشاركة أمريكية وبرعاية سعودية سويسرية ومشاركة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي إضافة إلى مصر والإمارات مصادر دبلوماسية قالت إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان سيزور السودان في الثامن من أغسطس ويلتقي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لونقشة المبادرة الجديدة ومن المفترض أن تنطلق المفاوضات الجديدة ضمن مرحلتين مترابطتين الأولى وقف شامل لإطلاق النهر ومعالجة القضايا الإنسانية وفرض آليات للمراقبة الفاعلة أما المرحلة الثانية من محادثات سويسرا المرتقبة فتشمل إنهاء الحرب والوقوف على أسبابها والتمهيد إلى تأسيس الدولة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو حميتي سارع للترحيب بالدعوات الأمريكية وإعلان مشاركة الدعم في المحادثات المرتقبة فيما ترددت أنباء عن موافقة الجيش على المشاركة قبل أن تعود مصادر لتنفي رد الجيش حتى اللحظة على الدعوات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر اختتم شركاء دوليون وإقليميون اجتماعهم التشاورية الثاني حول تعزيز وتنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جيبوتي وأرحب البيان الختمي بالمبادرة الأمريكية لرعاية مفاوضات بين طرفي القتال كما عبر البيان عن القلق إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان داعيا إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات كما حذر المشاركون من تداعيات الأوضاع الإنسانية والأمنية المنعقدة في السودان وشدد البيان على التزام الأطراف المشاركة بتكثيف التنسيق والتعاون بين المؤسسات المتعددة الأطراف والأعضاء الحاضرين لاستعادة السلام والاستقرار في السودان وأكشف البيان عن مؤتمر للمتابعة يعقد في سبتمبر المقبل في نيويورك لمتابعة تعهدات الإنسانية والعملية السياسية أناقش هذه التطورات وتحديدا فيما تعلق بالمبادرة الأمريكية الأخيرة مع ضيفي من الرياض الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ فتح الرحمن يوسف من لندن الكاتب الصحفي السوداني الطيب الزين مرحبا بكم ضيفي الكريمين على شاشة الحدث أبدأ معك أستاذ فتح الرحمن إلى أي مدى برأيك هذه المبادرة الأمريكية جادة وجدية في هذا التوقيت تحديدا طيب تحية لك أخي الكريم أهلا بحضرتك أهلا بشاهدين العزاء أنا أخشى ما أخشاه أن يكون المسلك الأمريكي الذي لم يتعز من الدعوة السابقة لإحياء مفاوضاته بين ممثلات جيش وممثلات دعم السريح قد تجاوزها الزمن أعتقد مع أهمية الإجراء مفاوضات وأهمية تعزيز الأمن والسلام في السودان الذي الآن يعاني من ويلات حرب تناهز العام والنصف أعتقد مسألة المفاوضات بدون أن توضع لها جندة واضحة وتوضع لها خارطة طريقة يمكن ترجمتها لأرض الواقع ستكون هي يعني آلة إلى الانهيار بطبيعة الحال لأنه أعتقد أن السيدة وفقا للتقارير والتصريحات الأخيرة هي تبنى إلى حد كبير على إعلان جدة أعتقد من أسوأ الأشياء التي يتبعها المجتمع الدولي والدولة الإقليمية التي تحاول أن تجد موطة قدم في مائدة المفاوضات السودانية أعتقد أنها تحاول أن تجهد مجهودات من برجدة من برجدة اجتهد وقدم خارطة الطريق وقدم فرصة كبيرة لتجاوز وحل العازمة وخاصة في التوصيات الأخيرة التي خرج منها في 11 مايو في العام الماضي كانت ممكن تكون بمسابة بفعلا منفذ إلى الحل ولكن لأن الدعم السريع لم يستجب ولم يقوم بما يمليه هذه التوصيات في ذاك الاجتماع يبقى هنا لماذا هذا التجاوز ولماذا هذا التشتت ولماذا تعدد المنابر أنا أعتقد هذا التعدد يطيل الحرب أكثر مما يجد حلا فعليا لأنه ستكون هناك مجرد لقاءات لكن المراقبين يقولون بأن هذه المرة هذه المبادرة تحديدا تتميز بثقل دولي رعاية سعودية سويسرية مشاركة أمريكية بحضور الأمم المتحدة الاتحادين الأوروبي والأفريقي ومصر والإمارات عدا عن أن على ما يبدو الإدارة الأمريكية تريد تحقيق اختراق هذه المرة في الأزمة السودانية إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر السيد الطيب بعد الترحيب بك مجددا شكرا للإستضافة والتحية لك ولمشاهدي ظنات الحدث أهلا بك أتفق تماما مع أن هذه المرة المبادرة الأمريكية السعودية والمدعومة دوليا يبدو أنها جادة وأنها استفادت من كل ما حدث في الماضي وأنا أتمنى وأأمل أن هذه المبادرة ستدفع بجهود السلام لحول أمام حتى يتحقق الاستضرار ويستعيد الشعب السوداني قراره الذي صدره فلول النظام السابق بإشعال ميازي الحرب اللعينة كل الظروب الموضوعية الآن تقول أن الحرب خيار فاشل والمجتمع السوداني وصل إلى قناعة بأن هذه الحرب حرب عمسية ولم يجني من هذه الحرب سوى الخصائر في كل المجالات الحياة الخدمية والإنسانية أو في المبادرة العامة وضحت هذه الفكرة هذا من ناحية المبادرة دعنا نتحدث عن الإرادة السياسية سيد الطيب للطرفين للدعم والجيش إلى أي مدى الطرفين لديهم الإرادة السياسية الكافية فعلاً للمضي قدماً فيما يتعلق بهذه المبادرة فيما يتعلق بالدعم السريع الدعم السريع موظفه كان واضحاً موزن حدث التغيير قال الدعم السريع قال بأنه مع التغيير الذي حدث في 2019 وطالب في البرهان ومن معه بتسليم السلطة للمدنيين وحينما تلقى البرهان وقام بكل هذه الأفعال أصبحت قواة الدعم السريع في موظف غيراً يعني موظف إنها تدافع عن نفسها وتدافع عن شعبها وهذا ما حدث أما فيما يتعلق بجانب البرهان ومن معه وهم يعانون لأن المشكلة في الدولة السودانية هي أزمة مركبة أولاً فيها السودان موزن أن يستغل وحتى الآن ظل الجيش يطلع بدور إعاغة بناء استغرار الدولة السودانية تطور هذا الأمر لاحقاً بإنقلاب الإخوان المسلمين على النظام الديمقراطي ب89 فأصبحت المؤسسة العسكرية التي كانت تعيد تطور الدولة أصبحت هي نفسها يعني بالمجمل حتى نبقى في الحوار يا أستاذ الطيب يعني الدعم وافق ووافقة موافقة سريعة والمشكلة ليست في الدعم المشكلة في الجيش هذا ما تقوله مشكلة بالجيش طيب خليني بس أقرأ هذا العاجل وأنتقل إلى الأستاذ فتح الرحمن كي يرد على هذه النقطة أسمح لي إذن وفقاً للأخبار العاجلة الواردة للآن المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بسوريا إذن هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في ريف دير الزور وهذا يأتي بعد نحو الساعة على استهداف صاروخي طال محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية أعود إلى هذا النقاش أعود إليك أستاذ فتح الرحمن كيف تعلق على ما طرحه الأستاذ الطيب أن الجيش هو من يعيق أي مفاوضات وأن الدعم دائماً يبادر لحل الأزمة شكراً جزيلاً على السؤال أنا أعتقد أننا لدينا أزمة في طرح المشكلة والأزمة الرجل يتحدث عن السرد التاريخي مالوشة علاقة بالواقع نحن نتحدث الآن عن أزمة حقيقية كيف تحل السنفونية التي سمعها السودان منذ وقت لا مجال لها الآن كيف تحل العازمة الآن تحل العازمة في اعتقادي شخصي ارتكازاً على ثلاثة محاورة المحور الأول هو محاولة عدم الزجة بتساوي مؤسسة معروفة قوات الشعب المسلحة التي مسؤولة دستورية من حماية البلاد والعباد بمليشيا متبردة عليها هذا من الأخطاء لابد أن يتم التعامل معه بهذه الكافية الشيء الثاني إغافة دعم من الدول التي ترعى هذه المليشيا لوجستياً وعتاد وجنود وهذه معروفة ودول أخرى معروفة وذكرت وهذه واحدة من علل من برسويسرا إذا كان هناك أطراف أصلاً منحاذة لقوات الدعم السريع لا تصلح أن تكون مراقبة كيف تكون مراقبة وهي أصلاً جزء من المشكلة وهي جزء من الأزمة وهي منحاذة تماماً وهي التي تغذي الحرب هذه مشكلة أساسية أنا أعتقد إذا كان سيد المبعوث الأمريكي للسودان إذا يريد أن يزور السودان وكذلك الوكالة الدولية التنمية المدير الوكالة الدولية التنمية إذا أرادت أيضاً أن تزور السودان يجب عليهم أن يزوروا السودان الآن وليس بعد قبيل إنعقاد هذه المفاوضات بردع ساعات لأن هناك أشياء كثيرة لا بد أن تطرح ولا بد أن يستمع إليها هناك إشكالية أيضاً نحن نتحدث عن الأمم المتحدة مثل ماذا هذه الإشكالات التي ستطرح مع المبعوث الإشكالات المعروفة أنه لماذا هذا الازدواج الأمريكي لماذا لا تقف أمريكا خط مباشر أمام هذا المد المعروف هناك دولة معروفة لماذا لا تقف أمام هذه الدولة لتحاول أن تقف عن الأزى للسودان نحن نتحدث بشكل مباشر وصلت الفكرة أستاذ عبد الرحمن نعم وصلت الفكرة أستاذ عبد الرحمن هي الفكرة هناك من يقول أيضاً على الجهة المقابلة السودانيون أنفسهم يجب أن يتحركوا أعود هنا لأسأل الأستاذ الطيب أستاذ الطيب يعني الدعم السريع وافق موافقة سريعة يعني دقائق لربما وأعلن موافقته على المشاركة في المبادرة الأمريكية هناك من يقول بأن هذه الموافقة ليست من باب الحفاظ على أرواح السودانيين والوصول إلى تسوية بل حتى أن الدعم السريع رغم أنه يحقق مكتسبات على الأرض يخاف من أن هذه المكتسبات لربما عندما يسيطر عليها بشكل أكبر أن يضيع وأن تكون هناك خلافات أكبر على إدارة هذه المناطق كما أن هناك رفض كبير للدعم السريع لا أعتقد أن الدعم السريع يفكر بهذه العقلية الدعم السريع له موقف واضح من هذه الحرب بأنه بقى هذه الحرب وأنه مع السلام وغير ودعم السريع قد قالها منذ وقت مبكر بأن قواته كانت على بعد كيلومترين من العاصمة التي هرب إليها عاصمة تقول للنظام في بورد بورد سودان فهو على استعداد لوقف هذه الحرب وهذا يؤكد المرغب المبضي لقوات الدعم السريع بأنها ليست تراهن على الحرب وإنها تراهن على استلام لكن المشكلة هي في الطرف الآخر الذي يخشى من السلام أكثر من خشيته من الحرب لأن الطرف الآخر كل خياراته وكل مخططاته بناها على هذه الحرب بأنه في خلال ساعات سيقضي على دعم السريع ومن ثم يقضي على لماذا لا ينفذ الدعم السريع سادة الطيب ما يريده البرهان أو الجيش أو المجلس السيادة بنود إعلان جدة لكي يعودوا إلى طاولة المفاوضات لطالما طالب بهذا البرهان بهذا الأمر إذا كان كما تقول أنت أنه يريد السلام يريد حل الأزمة وليست أزمة حرب في البلاد نعم الدعم السريع أكد على الاستعداد أنه على الاستعداد أن يستقبل منظمات وطنية إقليمية دولية للتقصي وللوقوف على ما يقوله الطرف الآخر وما يقوله تقوله هذا الدعم السريع وهذا الدعم السريع هي موجودة في مغارات عسكرية ووصلتها من خلال البنتقية فهذه المغارات لن تنسعد منها قوات الدعم السريع لكن بيوت المدنيين قوات الدعم السريع هي ليست في حاجة إلى البغاء في بيوت المدنيين الدعم السريع منتشر في كل السودان وبسط سيطرته في مواقع أساسية ولذلك الدعم السريع هذه المستوانة أصبحت لا معنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر